قال وزير الإعلام وثقافة وسياحة معمر الإرياني إن أكدام مليشة الحوث الإرهابية التابعة لإيران على سهداف ناقلة النفط اليونانية سونيون والتي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام بسلسلة من الهجمات ما أدى إلى جنوحها وتعطل محركاتها وإجلاء طاقمها وتركها عرضة للغرق أو الانفجار على بعد 85 ميل بحر من محافظة الحديدة في تاسع هجوم على ناقلات المنتجات الكيموية والنفطية منذ نوفمبر المنصرم بمزاعم نصرة غزة إرهاب ممنهج ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة وأضاف الإرياني إن المليشة الحوثية المتكرر أو أن السهداف المليشة الحوثية المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيموية يعكس عدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر ومذيق باب المندب وخليج عدن على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا وكذا الشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة أشهد الإرياني إلى أن أي انسكاب نفطي في البحر الأحمر ومذيق باب المندب وخليج عدن يهدد مخزونات الصيد اليمني وسيؤدي لتأثر ملايين اليمنيين في المدن الساحرية بالغازات السامة وسيوقف عمل الموانئ اليمنية ويلحق تلوثا بمصانع تحرية مياه البحر الأحمر ويقطع إمداداتها كما ستخسر اليمن المصائل السماكية التي توفر معيشة مليون وسبعمائة ألف مواطن يمني ويدمر التنوع البيولوجي والمنظومة الإيكلوجية بالمنطقة وأكد الإرياني أن هذا التصعيد الخطير يكشف طبيعة مليشيا الحوثي كتنظيم إرهابي يتحرك كأهداة طيعة لتنفيذ الأجندة الإيرانية دون اكترات بالأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن وكذا فشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها المليشيا كذراع إيراني على أمن وسلامة الملاحة البحرية وتدفق الحر للتجارة العالمية وكذا الحاجة إلى إعادة النظر في سبل التصدي لأنشطتها الإرهابية هذا وطالب الإيرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها وحضر سفر قياداتها وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجيسيا لها وكذا تعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر